بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة جابرييل بوريك رئيس جمهورية تشيلي مختلفة جوانب علاقات دولة الإمارات و تشيلي مما يخدم رؤى البلدين نحو المستقبل ورحب السمو خلال جلسة المحادثات الرسمية التي عقدها الجانبان في قصر الوطن بزيارة فخامة جابرييل بوريك التي تعد الأولى التي يقوم بها رئيس تشيلي على إلى دولة الإمارات منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين خلال عام 1978 وستعرض الجانبان مستوى ما وصلت إليه العلاقات الإماراتية تشيلية من تقدم نوعي في مختلف المجالات كما تبادل السموه والرئيس تشيلي خلال اللقاء وجهات النظر بشان عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وأشار سموه إلى همية استثمار الفرص المتنوعة لتطوير التعاون بين البلدين في الطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي والعمل المناخي وقال سموه أنه خلال الفترة من شهر يناير إلى أبريل من عام 2024 زاد حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وتشيلي بنسبة 26% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي من جانبه أكد الرئيس تشيلي حرص بلاده في توسيع أفاق التعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لبناء شراكات مثمرة والاستفادة من تجربتها التنموية الملهمة حضر المباحثات سموه الشيخ منصور بن زايدالنهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة والفريق سموه الشيخ سيف بن زايدالنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية واسموه الشيخ عبدالله بن زايدالنهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وعدد من الشيوخ وأصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين المسؤولين